احوال تقس تأتيكم من قناة الشرق مشاهدنا الكرام اهلا بكم غدا ان شاء الله خلال الصباحة سنترقب تشكل دباب حيهم كافة المناطق الساحلية للوطن يكون مرس فوق بسحب سوف لعبراحتهم خاصة المناطق الساحلية الشرقية اجواء مغشات ايضا بسحب من النوع العالي والمتوسط حتهم كل مدن الداخلية والهداب العليا الوسطى والغربية نفس الوضعية الجوية سماء ملبدة حتهم مرتفعات الهقار لكن عموما الاجواء سافية ومستقرة على كل مدن الاطل الصحراوي على المناطق الداخلية والهداب العليا الشرقية على الجنوب الشرقي مرتفعات تاصلي اقصى الجنوب الجزائري الجنوب الغربي مرورا بالصحراء الوسطى والصحراء تزروف غدا إن شاء الله خلال الظاهرة الوضعية الجوية حتكون مستقرة سماء صافية ومشمسة تقريبا على معظم أرجاء الوطن باستثناء بعض السحب العابرة حتكون أكثر كتفا على المدن الداخلية والهداب العليا الوسطى والغربية أيضا على مرتفعات الهوغار درجات الحرارة الدنيا خلال صباحة الغد بحول الله نرتقي بربعتاش درجة حتم كل من صيف واباتنا 17 درجة على قسنتينا أم البواقي ميلا برج بوريرج والبويرا أيضا 18 درجة حتهم مدن الهداب العليا الغربية 19 درجة على المدية شلف غيليزان نفس المقياس 19 درجة حيهم المناطق الساحلية الشرقية 23 درجة على المدن الساحلية الوسطى 24 درجة على وهران ومستغان بالنسبة للمناطق الجنوبية 22 درجة على ثامن راست 24 درجة على جانت على إليزي وعلى منطقة الواحات 25 درجة على شمال الصحراء ومنطقة بني عباس 26 درجة مرتقبة بحول الله على منطقة بشار 27 درجة على برج بجي مختار 28 درجة حتهم كل من عنق الزم منطقة تندوف أدرار تيميمون وعين صالح درجة الحرارة القصوى خلال داهرة الغد بحول الله نرتقب 28 درجة حتهم كافة المناطق الشمالية الشرقية للوطن بما فيها الساحلية المدن الداخلية والهداء بالعليا 31 درجة على الجزاء العاصمة بومردس وتيبازا 34 درجة حتهم كل من وهران ومستغانم وبنيسا 33 درجة على مدن الهداء بالعليا الغربية ككل من الجلفة لغوات أيضا عتيارة على سعيدة البيض نعامة مشرية وعين صفر 40 درجة مرتقبة بحول الله على كل من مدية غلزان مع سكر واسيدي بالعباس بالنسبة للمناطق الجنوبية للوطن عدنا 35 درجة إلى 37 درجة حتهم مرتفعات الهقار والتاسيلي 39 درجة على منطقة إليزي نفس المقياس 39 درجة على بسكرا ورقلا وتقورت أيضا على منطقة بني عباس 40 درجة على شمال صحراء ومنطقة بشار 41 درجة على برج بجيمختار 42 درجة مرتقبة بحول الله على منطقة عين قزام عين أزاوات تيميوين وتنزوات نفس المقياس 42 درجة على منطقة أدرار 43 درجة على منطقة عين صالح وترتفع إلى 44 درجة كأعلى مقياس تحت الضل حيهم منطقة تندوف للملاحة والصيد البحري غدا إن شاء الله البحر يكون قليل الإطراب وهذا على طول الشريط الساحلي وفق رياح شمالية شرقية على السواحل الوسطى والغربية بينما تكون شمالية غربية على السواحل الشرقية للوطن سرعة الرياح لا تتعدى 30 كم في الساعة وهذا على طول الشريط الساحلي الراية ستكون برتوقالية على كافة سواحل الوسطى الشرقية والغربية سباحة ستكون مسموحة لكن يجب ملازمة الحذر وهذا راجع إلى وجود تيار نختم وشاهدنا الكرام نشرت اليوم بالمعلومات الفلكية التي تخص الجزاء العاصمة ودواحيها غدا إن شاء الله الخامس 8 سبتمبر 2016 شرق شمس سيكون بحول الله في حدود ساعة السادسة و25 دقيقة بينما الغروب سيكون على الساعة السابعة و5 دقائق للمزيد من المعلومات والتفاصيل عندما المواقع الإلكترونية تبقى في خدمتكم أشكركم على طيب الإسراء والمتابعة أمسيتكم طيبة مع بقية برامة شرق شكرا